يودع العراقيون عام 2022 كبقية الأعوام العجاف التي مرت بهم منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وسط تراجع كبير في جميع مجالات الحياة لا سيما الأمنية والاقتصادية فضلا عن الصحة والتعليم والخدمات العراق وعلى الرغم من ثرواته الهائلة إلا أن تداعيات زيادة نسب الفقر والبطالة على المجتمع وبروز ظواهر الهجرة والانتحار والعنف الأسري وتعاطي المخدرات في تزايد مستمر حيث ارتفعت نسبة الفقر عام 2022 بشكل مخيف جعلت ثلث العراقيين يقترضون ليأكلوا وفقاً للأمم المتحدة ارتفاع نسب الفقر والبطالة في العراق كان لها تداعياتها الخطيرة على المجتمع حيث ارتفعت معها نسب الانتحار فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان إن العراق يسجل نحو 700 حالة انتحار سنوياً من جانب آخر فإن عام 2022 شهد استمراراً لتظاهرات تشرين المطالبة بوطن على الرغم من حملات العنف والاعتقالات والقتل التي تمارسها الحكومة والميليشيات التابعة لإيران ضد ثوار تشرين ومع اقتراب نهاية عام 2022 وبعد انتظار دام لأكثر من ثمان سنوات أوقعت تصريحات الحلبوس التي عد فيها المغيبين مغدورين أوقعت صدمة سعقت آلاف العائلات التي كانت تعيش على أمل العثور على أبنائها كذلك في عام 2022 لم تنتهي معاناة النازحين في العراق منذ أكثر من ثمان سنوات وزادت الأمطار من معاناتهم لا سيما نازحوا جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبز متسائلين عن اليوم الذي سيعودون به إلى بيوتهم التي هجروا منها كل واحد طيب يجي يشوفيها العوائل البارحة بالليل والله بها عوائل غرقت الأطفال بالليل قامت تتصايح الميت طبعين بالغرف احنا صارنا اليوم حوالي عشر سنوات قاعدين مخيمات بزيبز احنا كم دوب نظل حدنا نعان ما خلنا مناشدها سوانا على الكاميرا طلعنا يا دوب احنا نظل نسولف احنا نريد حل نريد حل العوائل العراق وللعام التاسع عشر يعد من اكثر دول العالم فسادا بحسب صحيفة انترناشنال بوليسي دايجست التي قالت ان الفساد مرض مستعص في العراق لم تعالجه كل الحكومات المتعاقبة طوال عقدين بسبب نظام المحصصة الطائفية والمحسوبية فضلا عن سطوة الميليشيات المدعومة من ايران